بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديو هذا هناخد تكملة الدرس التالي بإذن الله حاول نخلصها والدتك بتعطيك أوامر يعني بتؤمرها فماذا هي تقول لك؟ طيب احنا هنا عايزين زمن الأمر فيديو دفور اعمل واجباتك دي جملة جميل أخد انت لطيف دي ما فيهاش أمر انت عندك واجبات ده سؤال نظف غرفتك ده أمر هناخد كيف تكون غرفتك؟ مش هناخد تي عندك أنت تحدد أو أنت تشير إلى مار كمون ألاغو موزيكة في تزهاب إلى المتحف كاسكتو دي ماذا تقول؟ طول المتحف فاتح ولا يوجد فيه تبلغات ولا استادر يسارا بعد الإشارة ولا يوجد تمثيل ولا اذهب في طريق مستقيم في هذا الشارع طبعا واضحا أنا بوصف له فبقول له بعض الأوامر أو بعض النصائح يسير عليها تيريفوز ان انفتاسيون تيريفوز ان انفتاسيون يعني انت بترفض دعوة كاسكو تدي ماذا تقول؟ أنا مؤيد لفكرتك ولا درائع ولا أريد هذا حقا أنا عايز ده وأريده حقا ولا أنا مش موافل ولا معزارة جيني بوبا لا أستطيع تيريفوز انتomedريس دوا لدي رеком veure ووجد او تي ريكومان داتي أص cautiousيات أو أن يلوف skip الناقص في الفصل cancell Ex Stage 2 ضج الإنّسو واجبات أو هكِبات dirigم الله صحيحٰ رنجيّو شمو رتيبو غرافكم أعدك باسلا سبر possible شغال ومكناسة إستمعوا جيدا للشرح وإستمعوا جيدا للغاية طبعا إحنا أخذنا الاثنين المتعلقين أكثر بالنحية الدراسية الجولة المعدة هي تياران دي فونت عندك معادة دي زر إلي أونزار يعني عندك معادة ساعة عشر وساعة دلوقت أحد عشر فأنت بتقول جسوي زونة تاردرة متأخر جسوي ألغ أنا في المعاد إلي أون إلي تارد يعني الوقت متأخر ولا جسوي أونزار يعني أنا واصل بدري طبعا إحنا هنا عندنا ساعة والمعادة ساعة دوشور فأكيد حقول إلي تارد يعني الوقت متأخر تي تليفون أنت تتصل تليفونيا نتونمي بصديقك ميل في أندو سوكتير ولكن هو إيه خرج تاوا كاسك سامار تلي ماذا والدتك حتقوله والدته حتقولك إيه إلي بالا همش هنا ممكن تقولي الجملة دي هو في غرفته هو في المنزل هو غادر المنزل تاوا ولا انتظر أنا حناديه طبعا هو غادر المنزل تاوا وهو مش هنا دي جملتين متفقين في المعاد الجملة اللي بعدها تي كونساية يعني أنت بتنصح أخوك دونت وياك سا شامبر أن ينظف غرفته كاسك تي دي ماذا تقول بتقوله اعمل واجبات رتب الملابس ما تكويش الهدوء ما تشغلش المكناسة ولا فيه ديسبور تمارس الرياضة ولا رتب المكتب طبعا في الغرفة هقوله رتب الملابس ورتب المكتب جفو دور ميل جو فيان نون تي فيان دو فينير طوريبا انت عايز تاني الواجبات بتاعت لا لا مش كده تي فيان دو فينير طوريبا يعني أنت أنهيت الواجبات تاوا كاسك تي دي ماذا والدتك هتقول اغسل مواعين طبعا الاواني اغسل يديك استيخذ مبكرا طبعا ما تغسلش سنانك ما تنامشي متأخر طبعا احنا خدنا الاثنين المتفقين معا تي دون دي كنت ساي يعني انت بتعطي نصايح انا ما جروه لصديق ضخم صديق سمين تخين كده يعني تقوله مانجبو كل قليلا ممكن الجملة تيبقى صحيحة مانجي دي جاتو كل جاتو نفي بدو ريجيم تعملش ريجيم فيدو سبورت مارس الرياضة ويقول قليلا هي الاكثر طبعا مشاهد التلفزيون الجملة دي مش معانا طبعا طورا مين صديقة تنبيت بيدعوك اعان فات لحفلة اي تكسيت تلانفيتاسيون تبتابل الانفيتاسيون الدعوة كاسك تي دي تقوله معزلة ولا حتقوله انا هحضر سوف اعتي ولا مش هقدر ولا انا موافع ولا انا عندي واجبات طبعا واضح الجملة قدام تي كونسيانا اتونامي انت تنصح صديقة دي دي كوري سا شامب يعني يعني يزين غرفته فبتقوله اشتري دولاب دولاب مهزينة طبعا ولا يعني ثبت الستير ولا شغل المكناسة ولا يعني علا لوحة ولا ارتدي طبعا احنا قلنا لوحة وردوستير من الحاجات اللي احنا بنقوله عليها اكسيسوا تي دونان كونسي انت تعطي نصيحة اطان فرير لاخو كوند الفيف روا عندما يشعر بالبرد فطبعا بتقوله ارتدي مايو البحر زي البحر يعني ولا ارتدي اتشارت خفيف ولا ايزا بلا شاطئ ولا ارتدي ماعطف او بلوفر من السوق طبعا بيشعر بالبرد بحقوله بورت ان منتو اي بورت ان بلوف ان لان تي دونان كونسي انت بتعطي نصيحة اطان امي لصديقة بورترا برسيغلاري لعبور الشارع كسكو تيدي ماذا تقول هتقوله ريجار دا درواتا جوش ها يعني بصش ملو مين واندي قملة صحيحة ولا ماقش سيغلو ترتواري يعني مش على الرصيف ودي معناها ان انا مش حابور الشارع ولا خوز القطار ولا عدي ما بين السيارات ولا انتظر الاشارة الحمراء تي دونان تونان مي انت بتسأل صديقك او الوابا سير سي واقانس اينا يخضي اجازته القادمة كسكو تيدي هو بيقولك او الابلاج طبعا دي في اغسطس الماضي دي تحية الاجازة دي طبعا لمدة 3 شهور دا لو انا بسأل عن المدة الزمنية طبعا تونان مي صديقك اما لفونتر عنده الم في البطن كسكو تيدي ماذا تقول له فانت بتقوله كل كتير ولا اذهب للمستشفى ولا ارتدي ملابس خفيفة ولا اذهب للدكتور هيا دي ولا نغبا شيرو متسهلا تذهب عند الطبيق طبعا والدتك فياندو بريباريلو دي جنار كسكو تيدي يعني والدتك لسه مجهزة الغداء فماذا انت تقول والغداء جاهز انا سوف ارتب المعقدة ولا هي متحبش الطبخ لا هي سوف تجاهز الغداء ولا هي بتنظف المنزل الجاملة اللي بعدها طبعا بيقول لي او المواقف دي حنا اختار مواقف واحد يعني انت تنصح اخاك بترتيب المنزل فبتقول له طبعا نتوي لسالون نزف المنزل مش هتقول له ما تعملش الاواني ما تغسلهاش راجع دروسك شاهد التلفزيون تي دانا تنفرير انت تعطي لاخوك او تي دي ماندا تنفرير انت تسأل اخوك دو فار كالك شوز ان يفعل شيئون ما كسك تي دي ماذا تقول يعني هت بتسأله او بتطلب منه نعم الحياة بتقول له انا حنظف المنزل ولا رتب هي دي صحيحة بقى رتب غرفتك ولا اين غرفتك ويتا شاند ولا جيفي انا حرسل الاواني جيفي انا باقصي الاواني رقم تلاتة تي دانا انت تعطي نصيحة اتان فرير دي سو كوش افان دي سو كوش تعطي نصيحة لاخوك قبل ماينام فاكيد حتو لخسل سنان كوش تواتر نعم متأخرا ولا رتب سريرك ولا بروس لدو اغسل سنانك ولا رانج بكورة تبكتير تانا مي افا يعني صديقك جعان كسك تي دي ماذا تقول له بتقول له ازعب للمطعم ولا ارتدي معطف ولا ازعب لالشاطئ ولا مارس رياضة طبعا ازعب للمطعم صحيح يعني انت تحكي حدث الماضي كسك تي دي ماذا تقول طبعا ماضي انا بتكلم دايما عن ماضي الحديث اللي احنا خدناه فاقول كسك تي دي ماذا تحكي حدث الماضي فاكد بتقول لها سي الاواني مش هتقول لها طبعا ايكو الهدوم ولا نظفي السالون ولا رتبي اسري يعني انت بتخترح على اصدقاء انا دي فكرة بوربسالة سواء غالي قضاء السهرة كسك تي دي ماذا تقول اذهبي الى المسرح خلي بالك انت بتخترح ففي الاختراح استخدام ضمين نو في الامر طبعا بصرف الفعل اللي نظهب الى السينما جميلة ولا داكور ولا جي سي كونتر ساتي دي انا ضد هزي الفكرة ترفيز انفتاسيون تبترفض ان انفتاسيون دعواه كسك تي دي فبتقول جي سي داكور ولا معزرة ولا مش هقدر ولا ابيك بليزير طبعا في رفض الدعوة جني بو با لن استطيع وان دين اقشز موا معزرة سي يعني جني بو با اقوى شواء ما يشي محادي هاي روالي طبعا معزرة داكور ما فيش موسكتر لدو ربانز سان غري داكور تبارل دي اناكشان فتور يعني تتكلم عن حدث فالفتور فالمستعبال كسك تي دي جو فيندو لغة ان لغة ان لغة لغة ان 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 ل بحامل المنزلين. تي ادريسة ان كونساية انت بتوجه نصيحة تون وزا لقارك دوكلاس في الفاصلة او صديقة في الفاصلة. بدون ما تتمحش المدارس نعم في الفاصلة ما تتكلمش في الفاصلة اسمع الموسيقى يبارا هنا ما تتكلمش في الفاصلة. تي انتر دي انتر دي يعني بتمنع انتر دي تمنع دا انتر دير طبعا فا اتون امي اتون فرير اخوك ان هو يعمل شيء ما. انا بدي جملة كومة مفاية. ما عنديش اللي جملة واحدة بنا مفاية اللي هي لا تفعل ضوضاء ولا اعمل واجباتك ولا اذهب الى غرفتك ولا تناول غدا. طمير والدتك جهزة الغدا. ماذا هي تقول فهي بتقول طبعا انا سوف اعده المائد. مشانا سوف اطبخ طبعا ولا انا حكو الهدوء. جملة اللي بعدها بتقول تي دون انا ان كونسين انت بتعطي نصيحة تون فرير اخوك عندما يزب للمدرسة كاسكو تي دي ماذا انت تقول بتعطي نصيحة اخوك طبعا فماذا انت تقول فبتقوله طبعا ماشي على الرصيف. جملة اللي بعدها تدري سان كونسين انت بتواجي نصيحة تون اميلة صديقة خافرها اللي بيشعر بالبرد فبتقوله مي عن مونتو يعني نلتدي ما عطف طبعا مش هتقوله ارتدي براسلي سويرة مش هتقوله في دون انا تسيو مارسي سيبا. اه تي دي مانا تنب اغن تب تطلو منوالدك اللي ازنة دو سورتير الخروجي كاسك تي دي ما ازا تقول بتقول جي بو سورتير سيل فبلي ممكن اخرج من فضلك. مرسي بوكو شكرا جزيلا جي بو ريگرده لتليفزيون. طبعا جي بو ريگرده لتليفزيون ممكن اجهد التليفزيون ملاجده بالبرمسيون لسورتير. فشكرا جي كاسيين لسو نحن دي. فشكرا جزيلا جوجsol السelyn Gi تدوى دوى يعني يجب يجب أنتزم المدرسة على ستة ترنت يعني ساعة ساعة تلاتين كسك تعمل تدي ماذا والديتك تقول لك تقول لك نيتي كوش باتو لا تنام مبكرا ولا كوش تواتو نم مبكرا ولا لا فتواتر انهض متأخرا تناميتي دي موند صديقة بيسألك سكتو فيان دفاع بورونجة تشامر يعني بتعمليه عشان ترتب غرفتك كسك تدي فبتقول أنا بأرتب المعيدة ولا أنا بأرتب سريلي أنا رتبت سريلي يعني ولا أنا رسلت العواني طبعا غرفة أنا شعور يبقى أنا رتبت سريلي ترفيز انفتاسيون يعني انت بترفض دعوا كسك تدي ماذا تقول جيني بوبا لن أستطيع داكور بركوبا طبعا أنا برفض يبقى جيني بوبا لن أستطيع تكسبت انت بتابل بقى انفتاسيون فبتقول ساعة تنبسيب لده مستحيل ولا بتاتر ربما لأبيك بليزير بكل سرور تي كونسا يا تون فرار انت تنصح اخوك دالارة لكل الزهاب المدرسة علىير في المعاد كسك تدي ماذا تقول لفتو انهض مبكرا أو صلى متأخرا متنامشي مبكرا طبعا هي لفتو انهض مبكرا ندخل على القوص الخاص بالجرامير القواعد نن بارل با ستبقى سألاحظ أن هناك جديد في الجامعة ، يبقى الأمر كان مع دمرتي بقبار اللي سأخطرها هي الصحيحة مصرفة مع دمرتي الجامعة اللي بعدها لا يتحدث البروفيسير يبقى سعرف معكم مدرس شايفكم لو انتم بتشعروا بالحر افتحوا هنا في بعد سي سي هنا سي الشرطية سي بيجي بعدها مضارع بيجي بعدها الحالة ممكن امر لها حالات كتير عاملة زي اف بتاعة الانجليش كده هنا هناخد افريد طبعا ازاد عشان بصرف هنا مع دمرتي ما بيتيتي الصغيري صغيري دي بقى منادة طبعا الاسم بعده نقطتين الاسم بعده علام التعجف انا ببصل الاسم ده مفرد يبقى صرف مع تي جامعة صرف مع فو هنا حصرف مع تي طبعا انتم عارفين ان الامر من فعل زود دمرين تحول الى طوا بعد الفعل في الامر المسبت وقبله في الامر المانفي بدون تحويل ميسيو اما بلاقي لبز من الالفاظ اللي انا ممكن استخدمها للاحترام والصيغ بتاعة الفورما بلوتيس اللي هي صغير الادب في الحديث فانا دا انا مصرف الفعل مع ضمير فو هنا ميسيو مادام دكتور ميتسان باغ دولكتور الى اخيره الحقيقة اللي ممكن تديني احاب ان انا ها عامل فورب بوليتيس فورما دولا بوليتيس صيغة ادبية او صيغة احترام يعني يبقى هنا حصرف مع ضمير فو على اساس كلمة ميسيو الجاملة اللي بعدها بتقول فيه فيه في الجاملة يبقى اكيد حاخد في الجاملة لو انت بتشعر بالبرد يبقى حاخد فاغ ما متصرف مع ضمير تي مادام يبقى حصرف مع ضمير فو احنا متفاقين قبل كده مع بعض كتير قوي ان انا مبقى صرف مع فو كل الافعال بتاخد او زد طب ما لقيتش او زد خد فت يعني ده تصريف فورب فار مع ضمير فو الجاملة اللي بعدها بيقول ميسي لايب منادى جامعه يبقى حصرف مع فو استعدوا للامتحان بريباري فو طب ليه ما اخدناش فو بريباري احنا اتفقنا مع بعض ان لو امر مسبت يبقى ضمير بعده لو امر مانفي يبقى نضع ضمير قبل الفعلة والاتنين يتحبسوا ما بين نيوبا الفاغ للي اليا اليا اين منت منذ دقيقة عرفتني ان انا هشتغل في البصير يسون في الماضي الحديث الماضي الحديث بتكون من فينير زا ادو زا المصدر فاعل انا مناقسني اداني مصدر يبقى ناقسني فيندو طب الجملة اللي بعدها جو فيه ما شامبر جو فيه طبعا هعرفين ده مستقبل ان فير بقى ليه يجي متصرف بعده مصدر فعلي يبقى ده مستقبل ما شامبر يعني غرفتي يبقى انا حرتب غرفتي طبعا مش همر غرفتي مش هعمل غرفتي مش هاخز غرفتي تفا اه لا كوزينة اللي طول جوف يبقى متى كون لانه كل يوم يبقى بس على عن الزمن يبقى مش هروح لبركوه لماذا ولا كمو كيف ولا كيف ولا كيف يمعمل دان زينار يعني في خلال ساعة جو ما شامبر في خلال ساعة زيها زي كلمة دومان زيها كلمة بلوتارد بيان تو بروشان سوار الى اخير من الكلمات اللي هي اندي كالو فيتير بروش في توسي متشير للمستقبل القريب طب المستقبل القريب يتكون من قليل زي مصدر فاع داني جو يبقى نعيز في رونجي مصدر ده تصريف صحيح بالاضافة للمصدر اكتفتي جامع مؤنس معناها انشطة فخدناك كال من بير ترافاية بيشتغل كتير في المكتب بكو مش بلي اكسر ولا تري ولا بون طبعا هنا بكو يعني كثيرا يعني انا بقضي عطل اثنين تلي اسبوع شي عنده لان دايما انا ملاقي عاقل مع فيرب بصي وفيرب علي باخد شي عاقل او دامير توكيد مادموزال مادموزال هنا معناها انستي يبقى حصارة برضو مع دامير فو لان استخدمت صيغة بتدل على الاحترام ليه هنا عشان استير جمع طبعا جمع خد جمع ليه ردو استير انا هضاعها هنا بعد سي يا جماعة بعد سي سواء سي بس بتيجي الصفة وانا عايزك بس تبقى ما تخلطش سي بعدها صفة يبقى مفرد مذاكر سي بعدها اسم الاسم ممكن يبقى مذاكر ويبقى مؤنس والصفة اللي بعده تتبعه داكور يعني ميز وما بين دي مش على الاطلاق كل شواء سيج بعدها بمفرد مذاكر مفرد مذاكر ديلي الصفة بس داكور طبعا حارفين كلمة مابلو معناها اساس ودي كلمة جمع طبعا مابلو معناها اساس مابلو الجملة اللي بعدها مكتوب من بتي يا صغيري ها يبقى مارش سيغلو تردوار لين حتى فانا انا اي اسم مفرد بعضه على متعجب فاصلة نقطتين وانا عايزك ادي امر فحدي امر على حسب الاسم اللي قبل على متعجب او الفاصلة او النقطتين مفرد معتي جمع معا مبارو والدية اه مديني في اخر الجملة دوما يبقى انا هاخد فان هي صحيحة ليه لان ده مستقبل ومستقبل بتكون من ايه من اللي في المضارع زائد مصدر فعال الجملة اللي سات رقم سابعة جو لوتران دونزينار دونزينار يعني في خلال السياع بدل على المستقبل يبقى جو في براندو اللي هو تصريف عليه زائد مصدر فعال او تيوا ماتر اتجار اتجار مؤنس طبعا نحن تاخد ست اتجار يعني رف ست تني هذا زي جو يل فيان يل فيان دو لاشي تا لاحظين دو لاشي تا لان هنا دو عايدة على مين عايدة على تركيب الزمن اللي هو فينير زائد دو زائد مصدر فعال فدو هنا طبعا حرف الجاري سابت الآلا بصرف عايدة على كلمة تيني زي اشتريته توا اشتريت مين اشتريت زي تيني فيبا دو سبار دو سبار جملة منفية بتحاول ادوات النكرة والتجزعة الى ادو او ضع بصرف الجملة المنفية داكو لبدي سان بلو اميزونت اميزونت انا مؤنس وجام لانها عايدة على كلمة بديو وبيديو زي ما نشوفين قبلها ليه بجام ما بيتيت كوش تواء كوش تواء خدنا ان الكوش بيجي بعدها الضمير بس تحاول التى الى ايه؟ تواء في الامر الموسمد اون دو سورتي اون فيا لان اون دايما تصرف زي ايه؟ جي فيه على منتاني انا بازا بلى الجبل لطان ايبو عندما الجو يكون جميل طب ما فيش عندما يبقى بارسكو لانا لان كلمة لانا بيجي بعدها جملة كاملة دو حييجي بعدها اسمس حيحصل اضغام طب مش نافعة بور دي بيجي بعدها الهدف او الغاية او مصدر فعلي برقوة دا ادات استفهم طبعا مش نافعة في الجملة دي خط ديكوراتيو يعني ان ديكور و ديكاء مؤنس موفرات ايه؟ 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 مصدر فعلي با؟ ماتر لا تاب يعني هو رتب المائدة تاول بالقبول بعدها المروساة سارة 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 نعمة او فو. تيني فيه باتو طان ليه? الان ترتب سريرك? الا انا برتب سريرة والصباح رتبته. بلا. بلا انا رتبته ولان الاجابة نفس الكلام. يعيد نفس الكلام تاني باسباته. خلاص يبقى خدسي. سيطان رماء ديرويتك فقالت له اه ديرويت يبقى مع عشان فيه سؤال واجابة. سؤال واجابة يبقى بعمل دايما ايه? اه عملية العكس ما بين طان وما بين مع. اليها المنت من زو دقيقة. الان ديفير دي سبورت. يعني هو مارسة الرياضة تول. يبقى الان ديفير. لغوبة ايه? اكارو. احنا عارفين طبعا انه اكارو وبواه ومانش كلمة تالون كلمة فلوغ الكلمات الجامعه اللي خدناه بدل على الموتيف. سات ماكت هازا المكت هازا نموزك. جي لا لان ما كنت مؤنسي بجولا انا وضعته على الرف ميزيليف يعني تلميذي فيتا تانسيو انتبهوا فيتا تانسيو ملاحظة هنا فيتا تانسيو انتبهوا عندنا هنا مصرفة معظمين لان المناده كان جامعي هنا طبع دماء غدا إيل أو سينيما يبقى إيل كيف تجد مؤنسة طبعا كلمة مشاهد تصريف واضح انت سوف تنتظروني قال له اه حنتظرك هنا ميه في السؤال تبقتي في الإيجاب كالديزوردوريا لها من فوضى رتب كتبك رتب هنا با رتب لي لان هنا في صفة ملكية عيدة على تي مونا نتوي نزافي نتوي جسوي كونتور ساتيدي انا ضد هذه الفكرة الجملة اللي بعدها او تمريل بعده الياء اينار منذ ساعة خلاص عرفنا انه منذ ساعة هتاخد ايه في عندو فر عشان دماضي ايه حديث جو بورتير عن بول بارسو كو جفير وقت لان لان بارسو كو بيجي بعدها ديوم لكامل انا متصرفها معتي اهي وانا حددت ان فيه طفل جملة ومنه ده مفرد لان ده مستقبل ده بتشير المستقبل اه عندنا متشرش الحاجة بس اه انا اصطلاح مش موجود عندنا دي بوي منزو تشير المضارع اما كلمة اليال الاخيرة بتشير للماضي اكسيون يعني احداث اه الحاجات اللي انت حتعملها جدا فدي جامع مؤنس طبعا هناخد اه كلمة جامع مؤنس اه قاله بور شوف قاله ايه قاله بور الاجابة يبقى على طول اقول بوركواء لان عشان اجاوم ببور زائد مصدر فعل يبقى بوركواء طبعا انت واضح جدا جدا ان في الفاعل فحصرف على اساسه يبقى لان ده مصدر فعل طبعا الجملة اللي بعدها هي كبيرة شوف انا بقرأ الاجابة الاول كيف تكون غرفتك لان انا بس سأل هنا عن الشكل عن الصفة لان راكا جي فو لو ماتر طبعا دي كلمة مذكرة يبقى حناخد لو اكسسوار جامع مذكرة يبقى حتاخد كل كل دي جمل عدناها قبل كده قولناها في دروس قبل كده مادام خد اوزات بريني الجمل اللي بعدها تنوز انفيت على فات وي جي فوز انفت متدعونا بدعوكم جوليان لدوواغ إليا انا اما بلاي إليا خلاص بقى تعودنا لا إليا يبقى ماضي حديث يبقى بيان دفاع تصليب صحيح بقى بنيوزايد دوزايد مصدر فعل يبقى ماشي على حسب جملة اللي ساليم جملة اللي بعدها ستا رخم ستا أبارتيمون يعني شاقة طبعا وشاقة دي مذكر مبدوها بحرفه متحرك تبقى تاخد ست لأن انا عندي صفات الإشارة هي ست ست سي وطبعا عارفين الاولى للمذاكر بس المبدوه بساكن التانية للمذاكر بس المبدوه بمتحرك التالتة للمؤنس سواء بدا بمتحرك أو ساكن سي للجميع بنوعي هو سوف يخرج عايز اقول دون كان زمينيتا في خلال خمستاشر ديئة لأن الياب تدل على الماضي طب الجملة اللي بعدها الميبلة يبقى تو الميبلة لأن كلمة ميبلة معناها الأساس ودي جامع مذاكر واحنا عارفين ان تو جامع المذاكر الليل الأخير لشامبر يبقى توت باعه توت المؤنسة لأن كلمة لشامبر شامبر دي يعني الغرف ودي مؤنسة دي بشي فو السريع و اللي تار دي يعني الوات المتأخ دي بشي فو الياب المينيت منذ دقيقة جاك لدوفار جاك لدوفار يبقى منذ دقيقة جاك عامل الواجب توان يبقى جاك فيان دوفار لأنه منذ دقيقة دلت على الماضي الحديث في الجملة اللي بعدها بتقول عندنا نمرو كاترة مش كاترة دا كور او سيني ماسي سواء دا اقتراح بقى دا اقتراح ولو بسيط كده هتلاقي ان اول الجملة عندنا بدأت بفعل يبقى دا امر ها يبقى حناخد على اون لأن كل الباقي دول ما ينتموش لزمن الامر او تصرفاتهم مش تبع الامر خالص طب الجملة اللي بعدها سات باك هزا الخاتم ايه انارجون مواد الخام بتصبق باون طب القطار بيكون اكثر طولا بحيخد بلي المعنى هنا بقى بلي لونغ ك لان بلي معناها اكثر او سي معناها ايضا مو معناها اقل و بو معناها قليل ما مير والدتي فا الى محل الحلواني هنا المكان نفسه فعله ياخد اه لان باتسرية مؤنس طاروب لونغ يبقى البسي هنا مصارف مع دمرتي بحيخد بلي بحيخد بلي بحيخد بلي بحيخد بلي بحيخد بلي بحيخد بلي المكناس مونة برستوى خسيلي اسنينك امر مع دمرتي ما مر فاة دي شووين يعني ما مر تتسوق بحيخد بحيخد بلي الملك بحيخد بحيخد بلي الملك لابد جيد تتوافق مع الضمير بتاعها اللي هو مي زائد المصدر طبعا بعدها لأنها قبلها فعل مصرف أو قبلها دوعا مثلا لو حرف القرى. البيان دورانجيسا شامبر إليا لأن إليا بدل على الماضي وأنا تكلمت هنا عن الماضي اللي هو فيان زائد مصدر فعل مع هدو. المونا فيه فيه عمر مع الضمير تي صار مائن بلوز أبوى دكور منذ ساعة احنا وصلنا منذ ساعة دلت على الماضي تعال ندخل على الانتاج وازاي انا بكتب ايميل وده طبعا بيطاق على حافزك للكلمات ومذاكرتك للجمل السابق. دي إجابة الاميل بسرعة طبعا هو بيسألني بتعمليه اه كتبت عمليه منذ ساعة وهتقضي الصارفين برضو الاميل التاني بيسألني عن الاجازة التنسيب بتبتدي امتى وانا هعمل الانشيطة اللي فيه الموضوع اللي بعده سؤال خاص بالليبس الموضوع طبعا بتكتب خمس نصائح عشان اه تحتفظ بالغرفة مرتبة جيدا يعني والأماكن وبعد كده تكلم عن التاشمناجة اللي هي المهام المنزلية بعد كده هنقرأ ديكومو بتاعة الامتحان وصيقة سهلة ونشوفوا الاجابات بتاعتنا كده ونرجعوها الامتحان اللي بعد كده واجب بقى حاولوا تحلوه بقاتولي الاجابات وهنا هنحلوه في الحلقة الجاية ونبتدي في الامتحانات الرسمية كنت سألون طيبين وروفار ما تنسوش دعمنا بلايك وتعليقاتكم طبعا وروفار